اشتركوا في القناة 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 حالات اختناء من خلال الدخان فكيف اذا دخان ممزوج مع الغبار اللي عم تتصاعد على درجات حرارة كتير عالية بفعل القزائف والنار توصل درجة الحرارة لأكثر من 3000 درجة يعني في تفاعلات كيميائية تتخطى المليارات تفاعل الكيميائية فبهالحالي بدون يكونوا يخدين احترازاتهم وما يتنشأوا هالغبار خصوصي الغبار الرئيئة اللي هي قادرة توصل للرواية ويكون عندها ضرر هيدا على المستوى الحالي اللي عم بيصير اما على المستوى المتوسط والبعيد ان شاء الله بتنتهي الحرب بقرب وقت ولكن الناس بدي تلملم جراحة وبعدين بدي تلملم الردم تحت تشوف شو بقي من بيوتها ومن ممتلكاتها هالردم هيدا ضروري مرائبته ومعرف تشوفيه بقلبه لأنه مجرد ما يكون فيه صواريخ وزخائر معناتها نحنا عم نحكي عن رصاص عم نحكي عن زنك عم نحكي عن نحاس عن نيوبيوم عن ساماريوم عن مواد ملاحا عدن هلا يعني هول المعادن اللي يزاكرتون معادن التقيلة اللي ممكن إذا امتزجت بالغبرة الموجودة بالأبنية يعني أو بكل الموجود ممكن تتفاعل وتتكون أمور جديدة من وراها أكيد هي عرضة للتفاعل طالما أنه هي موجودة بالطبيعة مشان هيك والخبرة بيانت أنه اليوم معالجة الردميات أو نقل الردميات بيصير على أماكن مخصصة بتخصصها الدولة تحت تكون أماكن مراقبة تحت نعرف شو في بقلبها ونراقبها على المدى الأصير المدى الطويل ومدى المتوسط نحن عنا إمكانيات نقدر نعم أو هاللي عم تحكي عنه وبروفيسور يعني جزئيا فينا على بشكل كامل وواضح وصريح أكيد بدأ ميزانيات وبدأ بس فينا على قليل نحدد وين بدنا نرميهون وما يكونوا بيمتناول الجميع حتى تجار الحديد والخاردة هايدي معاضن مش سهل التعاطي معها والتعامل معها ما فينا نترك الناس تفصل المعاضن عن الردميات ناس ما بتعرف شو تكوينا لهالمعاضن فلازم يكون في معرفة وإلمان بهذا الموضوع والدولة كان عندها تجربة بحط الردميات بأماكن ممنوع الدخول لها هلا إذا منحصل على فعالية 60% أحسن ما أنه ما نحصل على شي يعني دايما منشكك بالجزء اللي ما أدري أن نوصل له بس خلينا نقول أنه لازم نوصل إلى مكان ما نقدر هالردميات نكون عم نرقبها على المدى الطويل تنقدر نفصل للمعاضن بمكانها الصحيح وبنوعيتها الصحيحة عن الردميات الباب هيدا بالمدن يعني مطرح ما فيه بناء قريب من بعضه بنحكي عن أراضي زراعية قديش ممكن تتأثر كمانا منطقة الجنوب البقاع يعني هيدا مناطق زراعية كبيرة وواسعة شو بيصير فيها وقدش يعني أنه راح المحصول بس لبعدين شو الأرض شو بيصير فيها تماما وهذا الشي نحنا جايين عليه عاجلا أم آجلا بس توقف الحرب نحنا واسلين لمحل بده يصير مراعبة ودراسة الأثر البيئي لكل الأماكن التي كانت معرضة للأصف خصوصا الأماكن الزراعية واللي اليوم عم يتضع عليها خصوصا بما يخص الأنابل الفوسفورية الأنابل الفوسفورية عم تجي على حصاد المحصيل والأشجار المسمرة والغابات وتحرؤن وهيدا الهدف منهم للأنابل الفوسفورية ولكن الفوسفور عنده ضرر على البيئة عنده ضرر على الأرض على التربة على المضى الطويل وفعاليته قد لا تتوقف إلا بتوقف الأكسجين يعني طول ما موجود الأكسجين هو عرض للإحتراء فلما بيوصل لمحل ما بيعد فيه أكسجين بيوقف الإحتراء ولكن لما بيرجع بيشوف الأكسجين من جديد بيرجع بيحترق فهيدي كمان خطورة زيدي وخطورة ضروري أنه يتكون مأخوذة بعين الأتبار وهو فعلا عم بيصير دراسي وشغل على هيدا الموضوع قداش صار فيه هكتارات محروقة قداش فيه أشجار تالفي وغيره ولكن هيدا الموضوع بحاجة لأساسمنت لمراقبة على المدى المتوسط والطويل وفعلا بعد الحرب وإن شاء الله تخلص قريبا نطرنا ورشي كبيري بهيدا الموضوع بما يخص الصحة العامة وبما يخص البيئة لازم يصير مراقبة حسيسة لهيدا الموضوع يعني مين أبرز المعنيين بهذا الشأن لا يقدروا يكملوا يكونوا على هالامتداد الواسع جنوبا بقاعا بيروت بالعاصمة وحتى يعني هيدا بيطال كل المناطق اللبنانية من هو المسؤول مباشرة؟ نعم أول شي الحكومي ككل هي مسؤولي ولكن الوزارات المختصة هي أهم شيء وزارة البيئة، وزارة الصحة، وزارة الأشغال بمكان ما كل واحد عنده مهمة معينة يقدر يعملها ولكن وزارة البيئة عندها دور أساسي تلعبه مشان لحتى تحدد إذا كان فيه ملوسات طويلة الأمد ولا متوسطة الأمد وتحدد مدى الضرر وزارة الصحة أكيد تستلم الملف الصحي كيف يصبح تأثير على السكان أو على المجاورين لهالمناطق؟ أنا هون بحب ضوي على فكرة أنه من الهدف هو إصارة الهلع بالعكس هو الوعي أنه الإنسان يكون متنبه على خلال الحرب ضروري إذا كان بإمكانه أكيد خصوصي المسعفين والإطفائيين أكيد ما لازم يتنشأوا الكمامات دائماً يعني صحيح هلأ بعد الحرب ضرورة مراقبة الردميات وتكوينها المعاضن الموجودة صارت بقلبها وضرورة عدم وصول أي إنسان عليها إلا ما يكون إنسان مختص ومصرح لأله الوصول لهذه الردميات وهل أراضي اللي ممكن هل التربة بتبطل صالحة للزراعة فيما بعد ولا ممكن ترجع لخصوبتها عالمياً ما في شيء بيبطل صالح الأرض بتقدر ترمم حالها بمساعدة الإنسان من سرع بترميم الأرض ولكن هيدا بيطلب أول شيء المراقبة تحديد الضرر وطريقة تدخل الإنسان مشان لحتى يخفف ويسرع من إعادة ترميم التربي هلأ بالمواد بما يخص الفوسفور والمواد الحارقة ترميم التربي قد يكون سريعاً ما بالضرورة يكون ياخد عدة سنوات ممكن ياخد سنتين أو ثلاثة مش أكتر ولكن ضرورة أنه ننظر فيه مش نهمله مش نتركه لهيدا الموضوع لازم يكون مراعب تحت نشوف كيف عم ترمم نفس التربي وإذا هي بحاجة لتدخل الإنسان لحتى ترمم نفس التربي نعم، بروفسور إذا بدنا نحكي هيك عملياً ناس اليوم بالمحيط القريب وقدية إدراه هي تكون عم تعتمد أساليب لقائية لتتجنب هيدا الخطر اللي ذكرته من وجود هذه المعادن والتفاعلة نعم، هلأ بالوقت الحاضر هيدا المعادن والتفاعلة ما لا حيكون هو هم خلال الحرب لأنه هي بالإجمال المعادن اللي بيستعملوها هي معادن صلبي ومقاومة للعوامل التعرية ومقاومة للأكسدي يعني من هالناحية بالوقت الحاضر ما عندهم هم يهتموا فيه عندهم هم يحموا حالون من الغبار ومن الدخان المتصاعد لما بيكون قريب كتير على الانفجارات وأكيد مش خلال بس الانفجار من بعد الانفجار ما الغبار بدأ ترجع تعمل ترسبات على الأرض بدنا ندلنا من تبهين خصوصي بكرة بيرفع الردم تنقول اللي بيسوق الجرافي أو الألية تيرفع الردم بده يكون محصن كمان وحيمي حاله مشان لحتى إعادة انبعاص الغبار من جديد بسبب إعادة تحريك الغبار خلال رفع الردميات فهذا موضوع أكيد لازم يضعوا عليه بانتباه وعناية إن شاء الله يكون فيه خبراء موجودين ويوعوا على هذه الخطوات الضرورية واللازمة لأنقاذ المواطنين يعني الناس بتموت ممكن بانفجار بس على المدى الأبعد يعني متوسط وطويل ممكن كمان نوصل لمرحلة فيها موت أكيد إذا ما بيكون فيه واعي بهذا الموضوع ما بدنا نقول في مرحلة فيها موت ولكن في مرحلة بتزيد الخطر التعرض للإثار الجانبية لها المعادن وكل ما زاد الخطر بتعرف الدرجة السمية كل ما زاد الكمية كل ما زاد الدرجة السمية كل ما زاد الخطر فنحنا بدنا نخفف تعرض الإنسان للخطر الناجم عن هيدول الردميات بمرائبتهم والناس اللي بيحاولون يفوتوا يكونوا محصنين مشان لحتى ما يتعرضوا لهال أدي ممكن يوصلوا بمسفتهم يعني هني أدي ممكن يطالوا المحيط نعم هلأ هون تقنيا في عدة أنواع من الترسبات اللي بتدلع هلأني بالجو هلأني بالجو لفترة طويلة اللي بيسمون تقنيا بيسمون PM10 وPM2.5 يعني هني الغبار اللي صغار كتير 2.5 ميكرو ميتر اللي هني كتير صغار فإمكانية أنوا يدلوا معلقين بالجو وينتقلوا لمسافات بعيدة هي إمكانية كتير كبيرة ولكن كل ما بعدت المسافة كل ما صار في نوة من الديلوشن يعني بيتحللوا بالجو كميتهم ما بتقود مركزة وعندهم نفس الأذى مثل ما أنوا يكونوا بجانب الانفجار نعم جايين على موسم شتى نحنا شو الأمطار كيف إذا كانوا بعد موجودين شو بتأثر تنزل للأرض والمياه الجوفية هيدا الموضوع له أهمية إيجابيته بمكان وسلبيته بمكان إيجابيته أنه أتمنى أنه يصير فيه طول الأمطار مشان لحتى ينغسل الجو ونخفف غبار وإنبعاثات عب يتنشأ الإنسان خصوصي بالأماكن المتضررة ولكن مجرد ما تنزل على الأرض ياما بدأت تروح على البحر الماي وتاخد مع هالغبار ويروحوا على البحر ياما بدون يروحوا على المياه الجوفية أو المياه السطحية هلا بالأماكن الساحلية خطرة أقل أنه بس ممكن تكون تروح على البحر وحتى لو راحت على المياه الجوفية الإمكانية دخل المياه كتير لهالنوع من الماء اللي بيوصل ضغري تحت الأرض إمكانية دخل المياه كتير ضئيلة ولكن بالمماكن الجبلية إذا فيه ترسوبات ممكن توصل ساعة وممكن يكون عندها ضرب أنا بدأ أشكرك بروفسور أنطوان سمراني على حضورك معنا خبير بالجايو كيمياء البيئية ونائب رئيس الجامعة الأنطونية للبحث العلمي يعطيك ألف عفية وقالله يحميك ويحمي كل الشعب اللبناني اليوم بظل هذا العدوان اللي عم بيطال كل المناطق اللبنانية أنا بدأ أشكرك شكر لألكم مرسي لألكم وفتحتها النافذة تنقدر نوعي العالم من فزعون مش الهدف تفزيه العالم الهدف توعية العالم ينتبهه على صحتهم بهالمواد اللي ممكن تشكل خطر على اليوم أنا بدأ أشكرك على حضورك